فكرة الحفاظ على السبيرت طول المباراة وأن كان فيه نوع من أنواع القتال يعني كل واحد نستقتل يا إما في الهجمة اللي بيعملها يا إما في الدفاع اللي بيدفعه ده هو اللي وصلنا لل120 دقيقة وهو ده اللي وصلنا لضربات الترجيح وبعد ضربات الترجيح ضربات الترجيح تاني هل ده هو اللي وصلنا لهذه المباراة الممتعة اللي كنا قاعدين من نتفرج عليها؟ طبعا ماتش أهلي وزمالك في كل أحوال في الدوري في الكاس ماتش ودي حتى هيبقى فيه روح وقتالية ده مفهاش كلام كمان لما تكون بتلعب على بطولة بطولة سوبر أكيد فيه روح قتالية كبيرة جدا مع التاكتك كمان لسه لعبين هم نفس الفرقتين مباراة سوبر الأفريقي وفاز بيها نادي الزمالك فدوافع نادي الزمالك كبيرة جدا أن أنا أكد سيطارتي وأفوز باللقب التاني وأكد سيطارتي واستقراري النادي الزمالك عايز يعوض الهزيمة في السوبر الأفريقي لدوافع أخرى فأهلي وزمالك بكل الدوافع دي مع التكتيك مع الروح المعنوية اللي كانت عند اللعيبة طلعونا اللوحة الفنية الجميلة جدا في المية وعشرين دي أو في ضربات الجزاء اللي كانت في منتهى الإصارة كرة رايحة شوية الأهلي خلاص قرر بيكسب شوية زمالك فضله كوريتشي كبيرة لو دخلت يفوز فحتى في ضربات الجزاء كانت إصارة جيدة جدا عواد عمل اللي عليه الشناوي عمل اللي عليه فكل اللوحة الفنية فعلا متكملة يعني مبارعي